كان يقف بصمت يتأمل الانفجار أمامه انفجار لم يشبه أي انفجار عرفه البشر من قبل في لحظة واحدة تحول الضوء إلى شمس ثانية وارتجف الهواء من رهبة ما رآه ابتسم الرجل ثم همس بصوت خافت الآن أصبحت الموت مدمر العوالم قالها عالم الفيزياء روبرت أوبنهايمر لا فخرا بل ندما هو الرجل الذي صنع أول قنبلة ثرية في التاريخ الرجل الذي اختزل في عبارة واحدة عبقري صنع نهاية العالم من هو أوبنهايمر؟ كيف غاص في أعماق الذرة حتى أطلق العنان لقوتها التدميرية؟ وهل كان خائنا للإنسانية أم ضحية لنظام لا يرحم؟ ابقى معنا فهذه القصة ليست عن قنبلة فقط بل عن علم بلا ضمير وإنسان سحقه اختراعه ولا تنسى الاشتراك في القناة لأن معظم من يشاهد الفيديوهات لا يشترك في القناة كما هو واضح أمامكم بدعمكم نستمر لا تنسى القادم سيصدمك أكثر في السابع من يوليو عام الف وتسعمائة وأربعة ولدت جوليوس روبرت أوبنهايمر في نيويورك لعائلة يهودية غنية ومثقفة كان والده مستورداً ناجحاً للمنسوجات ووالدته فنانة ترسم لوحات تزين جدران النخبة لكن أوبنهايمر لم يكن كأي طفل لم يلعب كثيراً لم يكن اجتماعياً بل غارقاً في الكتب منذ سنواته الأولى في عمر التاسع كان يقرأ أسس الكيمياء وفي الثانية عشرة بدأ دراسة الفيزياء النظرية ذاتياً مدرسوه وصفوه بأنه آلة عقلية مدهشة لكنها حساسة إلى حد الهشاشة دخل جامعة هارفرد في سن السابع عشرة وأتقن خلال ثلاث سنوات فقط الكيمياء، الفيزياء، الأدب، الفلسفة وحتى اللغات القديمة كاللاتينية واليونانية ثم سافر إلى كامبريج ومنها إلى جوتينجين في ألمانيا حيث درس تحت إشراف أحد أعمدة الفيزياء في العالم العالم الألماني ماكس بورن وفي عام 1927 أصبح دكتوراً في الفيزياء النظرية كان عمره ثلاثاً وعشرين عاماً فقط في الثلاثينيات كانت الفيزياء تعيش ثورة ميكانيكا الكم، النسبية، النيوترونات، وكل شيء يتغير لكن العالم كان على حافة شيء آخر الفاشية، النازية، الحروب، ومعسكرات الاعتقال تأثر أوبنهايمر بشدة بما يحدث في أوروبا لم يكن مجرد عالم، بل مثقف يساري يهتم بالعدالة ويكره العنصرية والاستغلال كانت له علاقات متعددة مع أعضاء في الحزب الشيوعي الأمريكي ودعم نقابات العمال وتبرع للجمهوريين في الحرب الأهلية لكنه لم ينضم رسمياً للحزب الشيوعي رغم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI راقبه منذ تلك السنوات وفي ذات الوقت بدأ يدرس في جامعة كاليفورنيا بيركلي وذاع صيطه كأستاذ لامع وملهم في داخله كان يحمل صراعاً خفياً كيف أكون عالماً نظرياً لكن أرى العالم يدمر من حولي؟ هل أكتفي بالمشاهدة أم أتدخل؟ في عام 1938 حدث الاكتشاف الذي غير كل شيء انشطار نواة اليورانيوم يولد طاقة مهولة وفي عام 1939 كتب أينشتاين رسالة شهيرة إلى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت يحذره فيها من احتمال أن النازيين يطورون قنبلة ذرية أطلق روزفيلت مشروعاً سرياً لتطوير السلاح النووي هكذا ولد مشروع منهات في عام 1942 تم اختيار أوبنهايمر ليكون المدير العلمي للمشروع رغم أنه لم يكن الأهم علمياً بين زملائه إلا أنه كان الأقدر على قيادة العباقرة والتنسيق بين الفيزيائيين والكيميائيين والعسكريين والإداريين تم بناء قاعدة سرية في صحراء اللوس ألاموس ميو مكسيكو وهكذا بدأ السباق المجنون صناعة قنبلة قبل أن يسبقهم هتلر إليها جمع أوبنهايمر نخبة علماء العالم ريتشارد فاينمان، إنريكو فيرمي، نيلز بور وغيرهم كانوا يعملون بلا نوم، بلا حدود، مدفوعين بشعور واحد إن لم ننجح سينجح النازيون وسيكون هذا نهاية العالم في السابع عشر من يوليو عام 1945 في صحراء نيو مكسيكو تم اختبار أول قنبلة ذرية في التاريخ سميت العملية بيترينيتي الساعة الخامسة وتسعة وعشرين دقيقة صباحاً انفجرت القنبلة كان الانفجار هائلاً، ضوء أبيض كالشمس حرارة تفوق آلاف الدرجات وصوت كالرعد في السماء حتى العلماء الذين صنعوها ارتعبوا من شدتها في تلك اللحظة صمت أوبنهايمر للحظات ثم اقتبس مقطعاً من الكتاب الهندوسي المقدس باكافاد جيتا قائلاً الآن أصبحت الموت مدمر العوالم بعض الحاضرين صرخوا من الدهشة وآخرون بكوا أما أوبنهايمر فابتسم بخوف كمن رأى وحشاً وحرره من قفصه بعد أسابيع فقط ألقيت القنابل على هيروشيما ونجازاكي وسقط أكثر من مئتي ألف مدني والسبب كان هو فقط انتهت الحرب وبدأت حرب من نوع آخر الحرب النووية الباردة بين النصر والعار الوجه الآخر لروبرت أوبنهايمر في السادس من أغسطس عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين أسقطت طائرة أمريكية من طراز إنولا جاي قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية وبعدها بثلاثة أيام ألقيت قنبلة أخرى على نجازاكي النتيجة أكثر من مئتي ألف قتيل ومئات الآلاف من المشوهين والناجين الذين يعيشون وسط العار النووي حتى اليوم حينها لم يستشر أوبنهايمر في اختيار الأهداف ولم يكن له رأي سياسي يأخذ به كان دوره انتهى أما قرارات الحرب فكانت بيد الجنرالات والرئيس ترومان ومع ذلك فإن اسمه كان في واجهة كل خبر كل صحيفة كل كتاب تاريخ العالم الذي صنع نهاية الحرب وأطلق بداية عصر الذرة رجلا يتحدث عن ندمه فهل ندم حقا؟ بعد القصف النووي بأشهر قليلة بدأ أوبنهايمر يغير نبرة حديثه في خطاباته وفي لقاءاته الصحفية وفي مقابلاته مع السياسيين كان يلمح إلى الذنب والشكوك حول ما فعله في أكتابر ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين زار البيت الأبيض والتقى الرئيس هاري ترومان أخبره أشعر أن لدي دما على يدي فما كان من ترومان إلا أن غضب بشدة والتفت إلى مساعده قائلاً لا أريد أن أرى هذا الرجل ثاني إنه يبكي كطفل لكن السؤال الأهم ظل معلقاً حتى اليوم هل كان أوبنهايمر نادماً فعلاً؟ أم كان يخشى أن يسجل في كتب التاريخ كصانع الموت؟ بعض الباحثين يقولون إنه كان يحاول طبيض صورته أمام الرأي العام بعد أن شاهد آثار الكارثة في اليابان وبعضهم يرى أنه كان يعيش صراعاً داخلياً حقيقياً بين إيمانه بالعلم وخوفه من نتائجه لكننا لا نملك دليلاً قاطعاً هو لم يعتذر رسمياً ولم يرفض القنبلة وقت صناعتها ولم يتوقف عن العمل عليها وحتى حين ادعى الندم استمر لسنوات في الدفاع عن تجربته العلمية وإن نادى بالرقابة على السلاح النووي لاحقاً مع نهاية الحرب أصبح أوبنهايمر نجماً في الولايات المتحدة قابل كبار المسؤولين وألقى محاضرات وتمت دعوته إلى لجان رسمية لتحديد مستقبل الطاقة الذرية كان يرى أن القنبلة يجب أن تبقى سلاحاً رادعاً لا أداة للحرب المستقبلية ودعا إلى تشكيل هيئة دولية تراقب تطوير السلاح النووي وتمنع انتشاره لكن تصريحاته بدأت تزعج سقور السياسة الأمريكية خصوصاً في أجواء الحرب الباردة التي كانت تتصاعد ضد الاتحاد السوفيتي الولايات المتحدة كانت تفكر في امتلاك قنابل أكبر وأقوى مثل القنبلة الهايدروجينية وأوبنهايمر عارضها هنا بدأ الشك كيف يعارض تطوير قنبلة جديدة ولماذا يعبر عن مواقف تميل إلى اللين تجاه السوفيات وماذا عن ماضيه السياسي القريب من الشيوعيين في عام 1954 استدعي أوبنهايمر إلى جلسات تحقيق سرية أمام لجنة الطاقة الذرية الأمريكية السبب الرسمي التحقق من أهليته للاستمرار في امتلاك التصاريح الأمنية العالية لكن الواقع كان أبعد من ذلك كانت محاكمة سياسية مغطاة بلغة الأمن القومي في الجلسات تم استجوابه لساعات طويلة حول علاقاته القديمة بالشيوعيين وتاريخه الشخصي وحتى تصريحاته التي اعتبرت غير وطنية اتهمه البعض بالخيانة وآخرون بالتساهل مع السوفييت وبينما لم تثبت أي تهمة صريحة ضده قررت اللجنة سحب تصريحه الأمني أوبنهايمر لم يسجن لكنه طرد من مركز القرار وأقصي من أي دور رسمي في الحكومة في لحظة واحدة تحول من أب القنبلة الذرية إلى رجل منبوث في وطنه فهل ندم أم محاولة لحماية النفس؟ مرة أخرى عاد الحديث عن ندم أوبنهايمر خلال التحقيقات لم ينفي دوره في تطوير القنبلة ولم يعتذر عن استخدامه لكنه استمر في الحديث عن الأخلاقيات وعن ضرورة ضبط القوة النووية عالمياً وفي محاضرات لاحقة قال فعلنا ما فعلناه لأننا شعرنا أن الحضارة كلها كانت مهددة كأنه يقول لم يكن لدينا خيار آخر وهنا يبرز سؤال فلسفي عميق هل كان أوبنهايمر يحاول التنصل من مسؤوليته؟ أم كان يعترف بصراحة أنه ضحية قدر أكبر منه؟ كثيرون يرون أنه كان مثل غالبية العلماء لم يتوقع أن ينتهي العلم في يد الجنرالات لكنه لم يقاوم حين كانت تفتح له الأبواب ولم يتحدث علناً قبل إلقاء القنابل بل بعد فوات الأوان أوبنهايمر في الذاكرة الأمريكية بطل أم خائن؟ بعد طرده من الحكومة عاد أوبنهايمر إلى التعليم والبحث وألقى محاضرات أكاديمية في معهد الدراسات المتقدمة ببرنستون لكنه بقي بعيداً عن السياسة مهمشاً مراقباً ومثقلاً بسمعة رجل فقد الثقة فيه وفي عام 1963 أي بعد نحو تسعة سنين من سحب تصريحه كرمه الرئيس جون كينيدي ثم نائبه لندون جونسون بوسام إنجازات العلم الفدرالي كنوع من الاعتراف المتأخر لكنه لم يعد إلى موقع القرار أبداً في حياته الأخيرة بدأ أوبنهايمر هادئاً وربما ساخراً من كل ما مر به لكن الحقيقة تبقى لم يصرح أبداً بندم صريح مباشر على دوره في صناعة القنبلة بل بقي يلعب دور المثقف الأخلاقي دون أن يقدم إجابات واضحة في عام 1967 توفي أوبنهايمر بسرطان الحلق بعد حياة حافلة بالتناقضات ودفن في مقبرة هادئة بلا صخب رغم أنه كان أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في القرن العشرين لكنه لم يدفن في ذاكرة البشرية فكل مرة يذكر فيها السلاح النووي تذكر معه صورته واسمه وقصته الغامضة هل كان عبقرياً أنقذ العالم؟ أم عالماً طامحاً ضحى بكل شيء في سبيل مجده الشخصي؟ وهل كان يندم فعلاً؟ أم فقط خاف من حكم التاريخ؟ كل هذه الأسئلة ستبقى عالقة والعالم الذي خلق الموت سيبقى محل جدل لا ينتهي في القسم القادم نغوص أكثر في الصراع بين العلماء والدولة وكيف أصبحت القنبلة أداة للهيمنة السياسية وأين يقف أوبنهايمر وسط هذه اللعبة الكبيرة؟ كما نرصد كيف صورته هوليوود ولماذا عاد اسمه يتصدر العنوين بعد عقود من وفاته؟ اشترك الآن في القناة وفعل الجرس لأن الحقيقة القادمة أكثر خطورة مما تتخيل حين انفجرت القنبلة الأولى في صحراء نيو مكسيكو لم يكن أحد يعلم أن هذا الانفجار سيقسم تاريخ البشرية إلى ما قبل وما بعد لكن الحقيقة أن تلك القنبلة لم تكن النهاية بل كانت البداية فقط فما إن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى دخل العالم حربا جديدة لا تخاض بالسيوف أو الدبابات بل بالتهديد النووي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيطي قوتان عظميان تتصارعان في الخفاء وتستعرضان عضلتهما في العلن وفي قلب هذا التوتر كانت تقبع القنبلة وأسماء أولئك الذين صنعوها روبرت أوبنهايمر الرجل الذي ترأس المشروع العلمي لصنع أول قنبلة ذرية أصبح شاهدا حيا على الطريقة التي تحولت بها اكتشافه من إنشاز علمي إلى سلاح سياسي أوبنهايمر لم يكن ساذجا لقد أدرك مبكرا أن العلماء ما هم إلا أدوات في يد الساسة وأن الدول الكبرى لا تكتفي بالسلاح إذا امتلكته بل تسعى لاحتكار الحق في استخدامه لكن محاولاته لكبح جماح سباق التسلح باءت بالفشل فبينما كان ينادي بالرقابة الدولية وضبط التسلح كانت أمريكا تصنع قنابل هيدروجينية أقوى من قنبلته بعشرات المرات تلك اللحظة كانت قاسية على رجل مثل أوبنهايمر لقد أدرك أن ما بدأه كسباق ضد هتلر تحول إلى سباق جنوني لا نهاية له وبينما هو يقصى تدريجيا عن المشهد كان جنرالات الحرب الباردة يوسعون ترسانتهم النووية بلا هوادة ويدرطون على العلماء للعمل في صمت دون تساؤلات أخلاقية أو سياسية رغم خروجه من المشهد السياسي لم يختفي أوبنهايمر من الذاكرة العامة بل أصبح مادة خصبة للأدب للدراما وللسينما في كل عمل يتناول الحرب النووية هناك ظل لرجل طويل نحيل يقف عند حافة التجربة يتأمل الانفجار ويهمس بكلمات غامضة قضية أوبنهايمر فتحت باباً كبيراً للنقاش في أمريكا والعالم ما دور العالم؟ هل هو فقط عقل ينفذ؟ أم ضمير يجب أن يقاوم إن شعر بالخطر؟ بعض العلماء اتبعوا طريقه ورفضوا العمل في مشاريع التسليح لكن معظمهم اختاروا الصمت أو التماهي مع منظومة القوة الدول باتت تتنافس على من يملك القنبلة ومن يستطيع صنعها أسرع أو إخفاءها أفضل من الهند إلى باكستان من إسرائيل إلى كوريا الشمالية كلهم اليوم يقفون على إرث رجل قال مرة العلم ليس خيراً أو شريراً لكن طريقة استخدامه هي ما تحدد مصيره كلمات قد تبدو حكمة لكنها أيضاً محاولة هروب من المسئولية إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة نذكرك أننا نقف على الحياد لا ندافع عن أحد أو نظلم أحد وجميع ما نذكره مذكور في مصادر رسمية يمكنك البحث عنها اشترك في القناة لتصلك الحلقات الجديدة ولا تنسى زر الإعجاب بالفيديو ليتم اقتراحه لمزيد من الناس لا تنسى كل شيء في التاريخ خلفه شخص واحد هو من بدأه